لعب ستوك ست الإنجليزي عالي حيدر يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب أسع للشباب بسبب رفض النادي وأيضا عودة الكبير جيفين يعقوب إلى التدريبات الجماعية بعد الاستشفاء من الإصابة بالشكل الرسمي وعدنا نتائج منتخبات مجموعة العراق في أولمبيات بارس خلال التوقف الدولي وعدنا خبر عن نادي كومو الإيطالي راح ندردش به سويا إن شاء الله وأيضا راح نحجي لكم الفترة المقبلة وجميع استحقاقات ومباريات المنتخب الوطن العراقي منها حتى شهر الثالث بالسنة الجديدة إن شاء الله طبعا كل هذه الأخبار راح تعرفوها من خلال هذا الفيديو السلام عليكم حبايب قلبان رضا حبيب حياكم الله كالعادة بدون منطول بالمقدمة ندخل بالأخبار على طول طبعا خبر محلو لمنتخب شباب العراقي راح نفقد أحد مواهب الشابة بالمنتخب الشباب العراقي لعب ستوك سيتي الإنجليزي عالي حيدر يعتذر عن المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب بسبب رفض النادي تفريغا طبعا للأمان الاتحاد ومحمد ناصر شخصيا هو يلح على إدارة النادي قبل سبوعين تقريبا وقال إنه أكو أمل بسيط بتفريغ اللاعب بس للأسف اليوم مصنى خبر بعدم تفريغ اللاعب نهائيا وقد لدينا محاورات مستمرة مع إدارة فريق بوتا نامي وإيضا عماد محمد قدم أسماء آدم ورومان دولاتشي ضمن القائمة للمنتخب الشباب وبشكل كبير راح يتواجد آدم ودولاتشي إن شاء الله طبعا ننتظر كم يوم ونشوف آخر أخبار للمنتخب الشباب ونخليكم على بين أول بأول وإيضا عدنا خبر حلو كل شيء يا شباب أخيرا وبشكل رسمي عودة اللاعب جيفني عقوب إلى التدريبات الجماعية مع نادي طبعا بعد غياب طويل عن الملاعب أي ما يقارب سنة تقريبا واللاعب انتظره قبل أن يمارس أول وحدة تدريبية مع فريقا واللاعب بنفسه قال أنا مرتين مصاب ونفس الإصابة وبنفس القدم ولازم هالمرة أكمل جميع عمليات الاستشفاء وبعدها أعود للملاعب بعد الاستشفاء والحمد لله اليوم نرى جيفن جاهز لخوض الوحدة تدريبية جماعية مع فريقا أنا متأكد الجميع فرح من شاب جيفن جاهز لتدريبات وبقص شعر جديدة يا رب عليها الخير إن شاء الله المهم يا شباب جبنا لكم استعدادات المنتخبات الأولمبية الموجودة ضمن مجموعة العراق في أولمبيات باريس طبعا منتخب أوكرانيا الأولمبية شباب بطل لبطولة تولون الودي طبعا هاي البطولة هواي حشيت عليها بالفيديوهات السابقة تقدرون أن تشوفوها وتعرفون البطولة هاي الشيء المهم يا شباب أوكرانيا بطل للبطولة بعد الفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح خمسة مقابل أربعة في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بنتيجة هدفي لكل منهما طبعا منتخب أوكرانيا انتصر بكل مبارياته الأربعة خلال دور المجموعات مسجلا 14 هدف بالبطولة التي تعتبر البطولة آخر محطات قبل التوجه إلى أولمبيات باريس التي يفتتحها بمواجهة منتخب العراق طبعا جميع منتخبات مجموعة العراق أكملت جميع استعداداتها من خلال المباريات وهاي النتائج طبعا قدامكم حسا طبعا راح يدور سؤال ببالكم كام منتخبنا استعدادات تويا طبعا يا شباب أهنيكم ماكو أي استعداد يذكر والوضعية صايرة هوسي الدوريات ماشي واللاعبين ملتزمين مع انديتهم يعني حتى من يريد يستعد راضي شنيشل اللاعبين ما كاملين حتى اللحظة بس أكو برود واضح بمنتخبنا الأولمبي ماكو تحرك ماكو شي يلفت النظر عنده كادر منتخبنا الأولمبي جاي يعمل ويشتغل طبعا احنا منتظرين قائمة راضي شنيشل حتى اللحظة ومنتخبات مجموعتنا يا شباب كلها نشرت القائمة قبل أسابيع ولعبة مباريات وبطولات وأكملت جميع استعداداتها ليلة أمس احنا ما نعرف حتى اللحظة شون الموضوع الدوريات ماشي وشنيشل منتظر الدوريات تقترب على الانتهاء حتى يقدم الأسماء المهم يا شباب راضي شنيشل قبل فترة أسابيع قال ورم ورات اندنوسي وفيتنام أسحب اللاعبين الذين موجودين بالمنتخب الوطني الأول وحاليا انتهت المبارتين وعدت عليها أيام هنشوف راضي شنيشل راح يستطيع أي لاعب منه وشنو معزكراته وشنو تخطيطه وشنو الأمور اللي راح يعمل بها طبعا هاي كل أخبار منتخبنا الأولمبي وفرق مجموعتنا بالأولمبيات يا شباب عندنا كلامي خص مدرب كوماليطالي سيسك فابريكاس نحن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات لكننا لا نملك المال للحصول على لاعبين معينين علينا أن نفعل الأشياء بطريقة ذكية وأن نتخذ القرار الصحيح في كل ماركة دون تذكير في الاسم أو التسويق لنكن جادين النادي يعرفني والمدير يفكر مثلي نحن هنا لنخوض كل مباراة بعقلية الفوز طبعا من كلام المدربة الشباب لازم نادي الكهرباء يفهم ماكو صعود بالعقد النادي جاي يشتغل على قدحد ميزانيته فبدون محاورة زايدة على صعود العقد صار العقد أربعمائة ألف دولار نعمة هذا هو أنط اللاعب خيشوف طريقة طبعا نتمنى نهاء مسألة العقد بأقرب وقت ممكن احتراف اللاعب جدا ضروري وإيضا عندنا كلامي خص المرحلة المقبلة من الاستحقاقات لمنتخبنا الوطني العراقي طبعا رتبت لكم كلام منجز لعمل لمنتخبنا الوطني من هالفترة حتى الشهر الثالث بالسنة الجديدة بعي حبيبه بخصوص خليج 26 التي ستقام بعد 6 أشهر تقريبا في الكويت منتخبنا سيأخذ مبارتين في الشهر التعسع ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ومن ثم مبارتين أخرى أيضا في الشهر العاش وأيضا مبارتين في الشهر الهدعاش ولن يكون هناك مباريات أخرى حتى الشهر الثالث من العام المقبل أي أن توقيت بطولة كأس الخليج مناسب جدا للبقاء في الفورما وأيضا لتجربة بعض الأسماء إذ أراد كأسات ذلك فكل التوفيق لمنتخبنا طبعا هاي استحقاقات المنتخب الوطني يا شباب منا حتى الشهر الثالث بالسنة الجديدة فهواي ناس سئلت عن دخول التصفيات بكأس الخليج وضغوط وتقارب المباريات ما كهيش يا حبيب هاي رتبت لكم كل شي بالتفاصيل حتى توضح لك الصورة وبياشهر عندنا لعب وش وقت نفرق قبل كأس الخليج تقريبا راح يصير عندنا الشهر المنتخب قاعد وما عنده أي استحقاق فيقدر يدخل بأسماء جديدة أو بنفس الأسماء للقائمة النهائية اللي لعب بها بالتصفيات النهائية يقدر كأساس كل شي يسوي عنده وقت وعنده لاعبين طبعا أتمنى وصلتكم الفكرة الكاملة والواضحة بخصوص استحقاقات منتخبنا الوطني بالفترة المقبلة منا حتى الشهر الثالث بالسنة الجديدة طبعا يا شباب لهنا ننهي فيديو اليوم إذا أول مرة تشوفنا أتمنى تشترك بالقناة وتدعمني باللايك تشجيع لنا استمر أكثر وأكثر أشوفكم في فيديو خبر جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر